في الموعد المحدد ستحصل الامتحانات الرسمية أي بدءا من 22 حزيران قبل ذلك التاريخ سيكون لرئيس الجمهورية ميشيل سليمان الكلمة الفصل في مسألة التصحيح ملف سلسلة الرتب والرواتب إذن لا يزال متأرجحا سنة ونصف والإمضاء لم يتم بعد اليوم الأوراق بين أيدي الرئاسة والوعود التي تلقتها هيئة التنصيق النقابية آخرها كان اليوم من دوائر القصر الجمهوري بالتوقيع خلال اليومين القادمين كحد أقصى نحن بالاجتماع مع فخامة الرئيس وعدنا أنه بس توصل ويوصل المشروع حيوق ويحيلو هلأ دق أو فيه طلب فيه خطأة حتى ما يرجع فخامة الرئيس وفي حال لم يتم التوقيع ولم تحل السلسلة؟ هالمرة ما يشتفزونا لأنه صار عدمنا قوي يجربونا وعرفونا وصارنا وضعنا أقوى مما كنا عليه معه وكل جاولي عم بتزيدك قوي وإن أبصرت السلسلة النور يعد غريب بمواصلة التحركات لإسقاط المشاريع المتعلقة بزيادة الضرائب، التعاقد الوظيفي وضرب الحقوق المكتسبة موسيقى